موسيقى اليوم كانت تواجده على مستوى جماعة عينارما في واحد دورات كمينية اللي كانت بالحضور ديالة مخابير زيارة ديالنسي وكانت حضور أزيد من خمسين في اللحن هذه الدورة كان موضوع ديالة حول زرع مباشير وتكلم خبير الزراع ديالنسي حول مزايا الزرع مباشير الممارسات السليمة وعمليات الحصاد الدورة الزراعية والأهمية ديالها في هذا النظام اليوم حضرنا لواحد دورات كوينية لدائرة المؤتمر تابعة جامعة محمد السيد متعددة تخصوصات الدورات كوينية الأهمية ديال هذه الزراع الحافظة ديال الزراع المباشير والريقلاج ديال الآلات الحصاد الحمد لله كان حضر عبدالله أبو درار اللي هو أستاذ في مدرسة الفلاحية ديال المكناس اللي يعطى الشروحات للفلاحة الأهمية ديال الزراع المباشير والمحافظة للتعريد ديال التربة والزيادة ديال المادة العضوية وما يمكنش نجحها الدزرع المباشير كما قال الأستاذ أبو درار إلا تكون واحد دورات زراعية واحد ثلاثين في المية ديال البقايا اليوم أحضرنا الواحد دورات كوينية المنظمة من قبل الألية المتمية اللي تحدثنا فيها على الضبط ديال الآلة ديال الحصاد ونعطرنا العديد من المعطيات الكفية ديال الضبط ديال الآلة ديال الحصاد فين خسلين الفلاح خاصوا ينتابه تحدثنا على الركائز ديال الزراع ديال الحافظة المراحل ديالها الضبط ديال البندارة وغيرها كانت تفاعلات من قبل الفلاح اللي هما حاضرين هذه الدورة كانت غنية بمدخلة ديال الفلاحة وكذلك طرحهم بالعديد من الأسئلة وفي الأخير قمنا بالعرض ديال النتائج ديال المنصة الطبيقية للزرع المباشير اللي قمنا بها على مستوى الإقليم واللي بينا فيها الفلاحة لمن ناحية الانتاجية ديال الحب والانتاجية الكلية واللي كانت نجائج جيدة مقارنة مع زرع العالي أتقدم بجزيز شكر للألية ديال المتمنى اللي كتواكب الفلاح في جميع المراحل من المراحل ديال الإنتاج إلى المرحلة ديال الحصاد وهذه الشيرة جديدة علينا نحن كفلها على المستوى الوطني وشكرا